موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمنسلين قال تعالى في الآية الرابعة والعشرين بعد المئتين من صورة البقرة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتطقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم حدث خلاف بين صهر أحد الصحابة وابنته وهذا الصحابي هو عبد الله بن رواحة حيث أقسم أن لا يتدخل في الإصلاح بين الزوجين فنزلت الآية تنهى عن هذا اللون من القسم وتلغي آثاره نعم نهى الله سبحانه عن الجرأة وقامت عليه بكثرة الحلف به لأن من أكثر ذكر شيء فقد جعله عرضة له يقول الرجل لغيره تكلمت علي كثيرا حتى جعلتني عرضة لكذا وقد ذم الله من أكثر الحلف بقوله ولا تطع كل حلاف مهين ومن أكثر الحلفة قلت مهابته وكثر حنثه واتهما بالكذب وبهذا حذرت الآية من القسم إلا في كبائر الأمور وهذا ما أكدت عليه الأحاديث الكثيرة وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإن الله سبحانه يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم إذن لا تجعلوا الحلف بالله شيئا سهلا على ألسنتكم لأن فيه جرأة على الله واستهانة بالذات الإلهية فهي تنهى عن جعل اليمين حاجزا بين الإنسان وبين البر والطقوى والصلاح وحجة ومبررا عن الامتناع عن هذه الأمور باعتبار اضطرار الإنسان إلى الالتزام بيمينه كأن يحلف أن لا يفعل خيرا فإن طلب منه أن يفعله قال قد حلفت بالله فلن أترك يميني فكأن الله مانع له من فعل الخير بل إن الإكثار من اليمين في كل شيء قد يؤدي إلى هذا المنع لأن العادة قد تجعله يحلف على ترك هذه الأمور في بعض الأوضاع الانفعالية التي يمر بها فيجعل ذلك حجة للإنحراف عن خط البر والطقوى والإصلاح بين الناس ومانعا عن السير في هذا الاتجاه فإن الله تعالى نهى عن هذا اليمين لتكونوا أطقيا أبررة ومصلحين لا مفسدين بل افعلوا الخير من عمل طاعة واجتناب معصية وإصلاح بين المتخاصمين لأن الله يسمع الأقوال ويعلم الأعمال ويطلع على الأحوال فهو أحق أن يتقى ويخاف لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم بعد أنها الله سبحانه عن الحلف بلا ضرورة أشار إلى نوعين من القسم الأول القسم اللغو الذي لا أثر له ولا يعبأ به هذا النوع من القسم يتردد على ألسن بعض الناس دون التفات ويكررونه في كلامهم عن عادة لهم فيقولون لا والله بلا والله وإنما سمي لغوا لأنه لا هدف له ولم يطلقه المتكلم عن عزم ووعي من هنا فالقسم الصادر عن الإنسان حين الغضب لغو إذا أخرجه الغضب تماماً عن حالته الطبيعية ويجب الالتفات إلى أن الإنسان يجب أن يتربى على ترك مثل هذا القسم وعلى كل حال فإن العمل بهذا القسم غير واجب ولا كفارة عليه لأنه لم يكن عن عزم وإرادة النوع الثاني القسم الصادر عن إرادة وعزم أو بالتعبير القرآني هو القسم الداخل في إطار كسب القلب ومثل هذا القسم معتبر ويجب الالتزام به ومخالفته ذنب موجب للكفارة إلا في مواضع سنذكرها الإسلام لا يحبظ القسم كما أشرنا لكنه ليس بالعمل المحرم بل قد يكون مستحباً أو واجباً تبعاً لما تترتب عليه من آثار وهناك أيمان لا قيمة لها ولا اعتبار في نظر الإسلام منها القسم بغير اسم الله وحتى القسم باسم النبي وأئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام مثل هذا القسم غير المتضمن اسم الله تعالى لا أثر له ولا يلزم العمل به ولا كفارة على مخالفته والقسم على ارتكاب فعل محرم أو مقروه أو ترك واجب أو مستحب حيث لا يترتب عليه شيء كأن يقسم شخص على عدم أداء دين أو على قطع رحم أو على فرار من جهاد وأمثالها أو بترك إصلاح ذات البين مثلا كما نلاحظ ذلك لدى بعض الأشخاص الذين واجهوا بعض السلبيات من إصلاح ذات البين فأقسموا على ترك هذا العمل فإن أقسم على شيء من ذلك فعليه أن لا يعتني بقسمه ولا كفارة عليه وقيل إن هذا هو معنى قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أما الأيمان التي تحمل اسم الله على أداء عمل صالح أو مباح على الأقل فيجب الالتزام به وإلا وجبت على صاحبه الكفارة وكفارته كما ذكرته الآية الكريمة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون فالعاقل البالغ القاصد المختار إذا حلف وخالف فعليه أن يكثر بعطق رقبه أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم هناك حالات نفسية تدفع بعض الأزواج إلى الإيلاء والإيلاء أن يحلف الزوج بالله على ترك وطء زوجته مطلقة أو مدة تزيد على أربعة أشهر وفي هذا الهجران ما فيه من إيذاء لنفس الزوجة ومن إضرار بها نفسياً وعصبياً ومن إهدار لكرامتها كأنثى ومن تعطيل للحياة الزوجية وتحطم بنيان الأسرة حين تطول عن أمد معقول ولم يعمد الإسلام إلى تحريم هذا الإيلاء منذ البداية لأنه قد يكون علاجاً نافعاً في بعض الحالات للزوجة المستكبرة المختالة بفتنتها وقدرتها على إغراء الرجل وإذلاله كما قد يكون فرصةً للتنفيس عن عارض سأم أو ثورة غضب تعود بعده الحياة أنشط وأقوى ولكنه لم يترك الرجل مطلق الإرادة كذلك لأنه قد يكون باغياً في بعض الحالات يريد إعناة المرأة وإذلالها أو يريد إيذاءها لتبقى معلقة لا تستمتع بحياة زوجية معه ولا تنطلق من عقالها هذا لتجد حياة زوجية أخرى فتوفيقاً بين الإحتمالات المتعددة ومواجهةً للملابسات الواقعية في الحياة جعل هناك حداً أقصى للإيلاء لا يتجاوز أربعة أشهر واشترط فقهاء الإمامية لانعقاد الإيلاء أن تكون الزوجة مدخولاً بها وإلا لم يقع الإيلاء وأن يحلف الزوج على ترك الوطء مدة حياة الزوجة أو مدة تزيد على الأربعة أشهر لأن للزوجة حق المواقعة على الزوج مرة كل أربعة أشهر على الأقل وقالوا إذا وطأ الزوج في الأربعة أشهر يكفر ويزول المانع كأن لم يكن شيء وإن مضى أكثر من أربعة أشهر ولم يطأ فإن صبرت ورضيت فلها ذلك ولا يحق لأحد أن يعترض وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي وبعد مضي الأشهر الأربعة يجبره على الرجوع أو الطلاق فإن امتنع ضيق عليه وحبسه حتى يختار أحد الأمرين ولا يحق للحاكم أن يطلق قهراً عن الزوج وإذا رجع كفر كفارة الينين أو يطلقها والغاية من الإمهال أربعة أشهر هو إعطاء الفرصة للزوج ليفكر في أمره مع زوجته وينقذها من هذا الحال فإن عادوا وجدوا الله غفوراً رحيماً والعودة عن هذا القصم ليس ذنباً بالرغم من ترتب الكفارة عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة